والآن ننتقل إلى النقطة الرابعة وهي مهمة جدا سوف نقوم معا بمراجعتها ونرجو منكم أن تستذكروا هذا الجدول للأهمية لنبدأ معا قلنا فيما سبق بأن هي من الضمائر التي تدل على المفرد هي التي تدل على الضمائر المفردة وقلنا بأن عندما نستخدمها يأتي بعدها في كلا الثلاث حالات نستخدم بعدها أما إذا أردنا أن نختصرها بدلا من أن نقول نستطيع أن نقول عنها أما بدلا من أن نقول أستطيع أن أختصرها بهز غات بدلا من أن أقول أستطيع أن أقول وجميع هذه الضمائر تدل على ما يملكه الشخص أما إذا أردنا أن ننفيها فنقول she hasn't got أو أقول he hasn't got أو it hasn't got هذه نفي الضمائر المفردة وكذلك قلت بأننا نستطيع أن نستخدم بدلا كلمة hasn't has not got إذا لم أريد أن أستخدمها بإختصارها فأستطيع أن أقول has not got فكلهما صحيح كلاهما صحيح لنكمل معا they we you I هذه الضمائر نستخدم بعدها have got نستخدم بعدها have got they have got we have got you have got I have got هذه كاملة have got وبدون اختصار أما إذا أردت أن أختصرها فأقول they've got they've got أو أقول we've got we've got أو أقول you've got you've got أو أقول I've got I've got عندنا في هذه الحالات الجمعنا أقول they haven't got they haven't got أو أقول we haven't got we haven't got you haven't got you haven't got I haven't got I haven't got وأستطيع كذلك أن أستبدل haven't got ب have not got أستطيع أن أستبدل haven't ب have not got وكلا الحالتين صحيح وكلا الحالتين صحيح نكمل نرجو حفظ الجدول حتى يتمكن الطالب من كتابة جملة على الصور التي سوف تعطى للطالب وأن يكتبها بشكل النفي أو الإيجاب وأن يحفظها باختصاراتها للأهمية عزيز الطالب إذا أردت أن تقوم بكتابة جملة واستخدمت المقطع الطويل has got فإجابتك صحيحة أو استخدمت المقطع القصير مثل she's got فإجابتك صحيحة أو قلت they have got أو they've got فكلاهما صحيح حتى بين فيها إذا قلت haven't got أو have not got فكلاهما صحيح hasn't got أو has not got فكلاهما صحيح سأذكر لكم بعض الأمثلة هيا معا هذه بعض الأمثلة مثال she has got a hat أو أقول she's got a hat هذه صحيحة وهذه صحيحة they have got hats they've got hats كلاهما كذلك صحيح he hasn't got shoes he has not got shoes هذه صحيحة وهذه صحيحة I haven't got two rapids I haven't got two rapids أو أقول I have not got a hat برضو هذه هاتين الجملتان صحيحتين ليتمكن الطالب من صياغة الجملة بطريقة صحيحة نرجو تكرار الأمثلة مع صور متعددة في البيت حتى يتقن الطالب صياغة الجمل صياغة الجمل شكراهكم